ما في أسهل من أنك تسوي لك براند عطور سهل جدا بس وين الشغل النظيف يا جماعة الخير وين الناس اللي يقولون يا جماعة الخير إحنا نبي نسوي عطور تتكلم عن نفسها هذا ولا يا جماعة الخير براند سعودي توا باقي ما تسوا يعني هم الآن قاعدين في مرحلة انهم إيش قاعد يضبطون البراند فقاعد يستشيرون ناس في العطور ياخذون رأيهم كيف كذا كيف كذا وش رايك في هذا مو بس هم عندهم مادة بس ما عندهم ناس يفهمون في الزيوت العطرية يفهمون في جودة العطور في روايحها أنا ما أدعني خبير ولا أدعني أفهم في كل شيء أنا مثلي مثلكم وفي ممكن ناس المتابعين أفضل مني وأحسن مني وعندهم خبرة أكثر مني لكن أنا قاعد أعطيهم بحكم خبرتي البسيطة اللي أنتم معارفينها الشغل الممتاز اللي يبين لك إنه فيه شيء احترافي راح يصير إنك تسأل وتفهم وتاخذ رأي اللي يعرفون في العطور قبل أنك تبدأ بس مو أنك والله تروح المصنع يلا سوي لي عطور وخلصني ويلا هذي فلوسك ويلا أنا ببيع هذا بيسويها أي واحد يبي بس هدفها المادي فقط لكن هذول الجماعة لا ما هم هدفهم مادي لذلك استعانوا بناس يفهمون ويعطوهم يعطونها الرأي في ذلك أنا أقول لي جمعة الخير بإذن الله البراند هذا رح يكون من أفضل براندات في بدائي العطور على مستوى الخليج نتكلم عن مستوى الخليج لأن فعلا العطور قاعدت تتكلم لدرجة أني بعض العطور ما فرقت بينه وبين الأصل فيه اختلاف بس جدا تافه ما حد رح يميزه أبدا والأهم من ذلك الجودة الجودة جدا عالية الفوحان ممتاز العطور ثابتة فأنا أشكرهم صراحة أشكرهم جدا ترجمة نانسي قنقر